الموضوع بيبقى صعب جدا لما الاختيار يقع على موبايلين فيهم ميزات كتير مشتركة والمشكلة كمان انهم هنا من نفس الشركة ومع ذلك كل موبايل للغة تصميم مختلفة عن الموبايل التاني عندك مثلا ريلم 6 برو الموبايل جاي بيظهر من الازاز مع ناقش كده او رسمة صعقة بيعمل ريفليكشنز كده ريوش او بصراحة وفي نفس الوقت مديها الموبايل طبع كده عيدائي وقوي كده تحس الموبايل شارس كده في نفسه وعلى قد ما تظهر من الازاز بس للأسف الفريم هنا جاي من البلاستيك اربع كاميرات شكلهم عادي ومقلوف جدا اي حد لو شايف الموبايل في ايدك هيعرف انك ماسك موبايل من شركة ريلمي ريلمي في الفترة اخيرة بقت معروفة برصة الكاميرات اللي اربع كاميرات المرسوسين فوق بعض نفس الشكل ده بنفس رصة الكاميرات موجودة في اغلب الموبايلات لنزلة السنة دي من شركة ريلمي عندك بقى في الجانب الاخر شركة اوبو واخدى جانب مختلف مع الرينو عندك هنا تصميم من البلاستيك وفي ناس تقولك بولي كاربون ومعرفش ايه وبتاع لا هو بلاستيك الموبايل من البلاستيك الظهر هنا سيمبل جدا مصنفر بيعمل انعكاسات كده ورفليكشنز بتخلي الموبايل اللون كده بيروح من لبني لازرق في بنك تصميم جميل وعندك اربع كاميرات معروفين قوي بشكل اشارة المرور وبيعا اي حد يشوفهم دلوقتي يعرف شكل الرينو اول ما يشوف ايدك هيعرف من شكل الكاميرات ده انك شاير رينو والكاميرا الرابعة لاخت الصغيرة بتاعتهم كده موجودة فوق اليمين مع الفلاش وشكرا جدا ظهر من البلاستيك وفريم من البلاستيك للأسف يعني بس عشان ابقى منصف الموضوع مش بعيد قوي يعني الريلم سيكس برو جاي بظهر من الازاز بس لما تمسك الموبايل في ايدك بصراحة ما حسيتش ان الموبايل من الازاز او مديني كده طبعا ان الموبايل بريميام كده وان الظهر سائع وازاز ومعرفش لا لا خالص الظهر هنا عادي جدا يعني الظهر اه من الازاز وبيعمل انعكاسات وكل حاجة بس تحسوا كده ازاز رخيص او مش عارف في ايه بصراحة مسكده في الايد تحس ان هو بلاستيك عادي يعني هو ازاز بس تحسوا بلاستيك في الاول والاخر الموضوع كله مسألة زوء انت عاجبك التصميم ده او عاجبك التصميم ده مش هتفرق خالص التصميمين كويسين جدا ومفيش موبايل يعني مختلف عن التاني في خمات التصنيع قوي يعني وتحس ان فيه فارق ما بينهم من قدام بقى الموبايلين جيم بشبه نفس لغة التصميم الريلم سيكس برو مثلا عندك شاشة كاملة فيها خرمين على شكل بيضاوي شاشة ستة وستة من عشرة بوصة فول اتش دي بلس ودقتها الفين وربعمية في الف تمانين والشاشة دي بتحقق كسافة بيكسلات تلتمية تسعة وتسعين بيكسل وجاي على طبيعة حماية كورنين جوريلا جلاس فايف كل الكلام ده مش مبهر المبهر هنا ان شاشة دي جاي برفريش ريت تسعين هرتز كل اللي جرب الريلم سيكس او جرب اي موبايل برفريش ريت عالي او رفريش ريت تسعين هرتز على الال هيفهم انقص دي وهيفهم قدية الرفريش ريت العالي مهم وميزة قوية جدا في الموبايل وهتفرق معك كمان شاشة اي بي اس بطبيعة الحال الوانها مش اقوى حاجة الوان جميلة وكل حاجة بس مش الالوان الزاهية جدا السطوع بتاعها فرنج المتوسط او اعلى من المتوسط حاجة بسيطة طبعا لا يقارن بالشاشات الاموليد والسطوع الشاشات الاموليد اللي بيبقى عالي جدا وواضح جدا شاشة زي اي شاشة موبايل مثلا فرنجة 4000 جنيه بس المميز في الشاشة دي انها جاي برفريش ريت تسعين هرتز والشاشة هنا مش مجرد شاشة اي بي اس وخلاص الشاشة هنا اي بي اس محترمة والشاشة كويسة جدا مش هتزعلك في حاجة ومش هتلاقي معها مشاكل نيجي بقى للرينو فور رينو فور جاي بشاشة سوبر اموليد بمقاس ستة وربعة من عشر بوصة وجودتها فل اتش دي بلس ودقتها 2400 في الف تمانين وبتحقق حوالي 409 بيكسل لكل انش لو بصتك الشاشتين هتلاقي نفس الدقة نفس كل حاجة الاختلاف الوحيد ان الشاشة هنا اي بي اس والشاشة هنا اموليد وجاي طبعا بنفس التصميم الهول بانش عندك هنا خرمين على شكل بيضاوي فيهم الكاميرا امامية والتاني فيه السنسور والهول بانش هنا شكلها اصغر شوية من الموجودة في الريلم سيكس برو والشاشة دي شاشة ستين هرتز وبطبيعة الحال شاشة اموليد يبقى عندك اسود غامق جدا عندك الوان قوية جدا عندك اضاءة وسطوع عالي عالي بمعنى عالي جدا بيوصل لتمنمائة نتز عندك تباين ممتاز ويتش دي آر ولكن ستين هرتز ايه يعني ستين هرتز هي مشكلة يعني بص انا لو هكلم عن الموبايل دا لوحده مش علق عليها قوي وهولك ان الشاشة بتاعته جميلة وممتازة وكل حاجة ليه؟ عشان بكل بساطة انت لو ما جربتش تسعين هرتز او جربت اي موبايل فيه رفريشرت عالي تتعايش معها عادي ما احنا طول حياتنا عادي بنمشي بستين هرتز وكلنا عايشين بشاشات ستين هرتز اغلب الناس هتلاقيهم مشاهلين موبايلات ستين هرتز عادي جدا بس هنا الموضوع يختلف هنا انا بكرنوا مع موبايل فيه تسعين هرتز وان كانت اي بي اس بس بردو مازالت حلوة مش عشان الموبايل اي بي اس بخلاص الشاشة تعبانة طب انهي احسن بقى عشان انت حيارتيني بص بكل بساطة عايز شاشة سريعة عايز سكرول سريع عايز تقليف في النظام سريع عايز سوشال ميديا سريعة بمعنى اصح وعايز تجربة العب مختلفة شوية اكيد هتروح للتسعين هرتز شاشة حلوة ومش هتدايقك وفي نفس الوقت سريعة جدا بتستخدم الموبايل في الشمس كتير وقف لامبا ونيتفليكس اكيد هتروح للشاشة الاملد رغينا كتير صح الرينو فور عندك بصمة تحت الشاشة سريعة ودقيقة جدا في الريلم سيكس برو البصمة جاء في زرايل باور وسريعة ودقيقة برضه من الاخر الاتنين فيهم بصمة سريعة ودقيقة جدا في زرايل باور بقى في الشاشة في اي حتة المهم اداء البصمة كده كده في الاول والاخر هي بصمة فبتعمل اداءها انها بصمة تحطها بقى في الشاشة تحطها في اي حتة مش هاعتبارها ميزة عشان هي في الشاشة مثلا الموبايلين جايين بسنجل سبيكر وسوط الموبايلين ممتاز جدا ميزة هنا في سماعة الرينو فور ان السماعة بتدعم الدولبي اتموس وهيساعدك في كذا حاجة كده ممكن تبص على الموضوعك كمجمل يعني السماعتين كويسين جدا بس الرينو فور ليه تفضيل شوية والموبايلين فيهم مايقات اضافية نيجي بقى للجزء الصعب مين فيهم اسرع ومين فيهم اقوى والموضوع بيبقى صعب شوية لما يكونوا بنفس العتاد الداخلي الموبايلين جايين بمعالج سناب دراجون 720 جي مع معالج رسومي قدرينو 618 بالاضافة لـ 8 رام 128 زاكرية داخلية ولما بص البنش ماركس هتلاقي ان موضوع الرينو 6 محقق حوالي 280 ألف نقطة مقابل الرينو فور اللي محقق 270 ألف نقطة فالموضوع قريب جدا يعني وبالنسبة على ارض الواقع فسرعة فتحة تطبيقات متفاوتة جدا ساعات الرينو يسبق بكذا خطوة وساعات الرينو يسبق بكذا خطوة فهم الموضوع كده متفاوت مافيش واحد أسرع من الثاني بس في حتة بقى كنت قلتلك عليها من شوية فاكر الشاشة ايوه التسعين هيرتز الشاشة التسعين هيرتز في الرينو بكل بساطة هتديك إحاق كده ان الموبايل سريع وان السكرول في الموبايل ده أسرع من الرينو فور بفارق ملحوظ هتحس كده ان الموبايل بيطير في ايدك بتعمل سكرول كده الحاجات بتجري بتجري بسرعة جدا ودي مجرد خيطة على عقلك بيديك إحاق كده ان الموبايل سريع بس هم في الأصل الاتنين نفس الأداء كل الفكرة هنا ان الشاشة هي اللي سريعة مش الأداء بتاع الموبايل هو اللي سريع بص بقى موضوع الكاميرات ده محير جدا الموبايلين اللي اتجربتهم عندك في الرينو سيكس برو كاميراتين اما ميتين واحدة ستاشر ميجابيكسل أساسية وعندك كاميرا تانية تمانية ميجابيكسل ألترا وايد صورها كويسة بس مش الأقوى في الفئة دي وميزة الألترا وايد ميزة مهمة في الموبايل ده ومش موجودة في بقى الموبايلات في الرينو عندك كاميرا أمامية تنين وتراتين ميجابيكسل وجنبها سنسور الكاميرا أمامية صورها شهرب واضحة جدا بس العيب اللي انا شايفه فيها هو التعامل مع علوان البشرة كمجمل يعني الرينو في الكاميرا أمامية أقوى بس ما فيهوش عادة سواسعة زي الريلمي والسنسور ده ميزة التحكم في الموبايل عن بعد ميزة أنا مش مستلطافها لعدم سرعة استجابتها السنسور مش بيستجيب من أول مرة لازم بتعود تحاول كذا مرة عشان السنسور يستجيب نجي بقى للكاميرات الخلفية في الريلمي عندك كاميرا السيار باعة ستين ميجابيكسل وعندك كاميرا اتناشر ميجابيكسل بتعمل تو اكس زوم حقيقي وبتوصل لعشرين اكس زوم ديجتال والكاميرا التالتة هنا تمانية ميجابيكسل والربعة اتنين ميجابيكسل للعزل اما بقى عن الرينو فور عندك كاميرا أساسية تمانية واربعين ميجابيكسل وكاميرا تمانية ألترا ويد وعندك كاميرا اتنين ميجابيكسل للمكرو واتنين ميجابيكسل للعزل من الاخر كده الريلمي متفوق في الزوم والعشرين اكس بتطلع صور تفاصيلها ضائعة شوية بس ميزة محترمة ومفيدة بالنسبة للتفاصيل فالموبايلين التفاصيل بتاعتهم قريبة من بعض الرينو الكامل أسسية بتطلع صور ألوانها أحسن وألوان أوبو ميلة للوقعية شوية بالليل أوبو في النايت مود والألوان أحسن الصور ميلة للدفقة أكتر ريلمي الصور بتاعتها ميلة للبرود أكتر وبالنسبة للفيديو فالفيديو في الرينو فور عجبني أكتر نيجي بقى الحتة البطرييات وسرعة الشحن الرينو جاي ببطارية 4300 ميلا أمبير مع سرعة شحن 30 وط والشحن جاي معه في العلبة الرينو فور بطارية 400015 ميلا أمبير مع سرعة شحن 30 وط والشحن برده جاي معه في العلبة الرينو بطارية أكبر بس الأداء متقارب عشان الـ 90 هرتز بس البطارياتين في الموبايليين ممتازة كنت ستتكامل معك اليوم عادي جدا بس يعتبروا برضو ضعاف بالنسبة للمنافسين وبالنسبة بقى لحطة السعر فعندك الريلم سيكس جرو جاي بنسخة واحدة نسخة 8 رام 128 جيجا جاي بسعر 5400 جنيه وبالنسبة بقى للرينوفور اللي اللي واحد ما بقاش عرف له سعره خالص هو طبعا نزل بنسخة واحدة نسخة 8 رام 128 جيجا والموبايل اتعلان عنه بسعر رسمي 6190 جنيه وبعدها على طول الموبايل بقى سعره 6000 جنيه وحاليا انا بسمع ارقام ان الموبايل بيتحرق في السوق بقى سعار اقل من كده بكتير وبس ديجا كل حانة عن الموبايلين بكل بساطة اشوفكم فيديو جاي ان شاء الله مقصراش تعمل لايك وسبسكرايب سلام